المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملف هذه الليلة الأزمة الجزائرية إلى منعطف جديد مع عودة بوتفليقة إلى البلاد الرئيس يشيد بالتظاهرات فهل من قرارات حاسمة لمصير الانتخابات وتغيير النظام شارع والمعارضة والموالات والجيش بانتظار قرارات الرئيس فهل يتفق الجميع على مرحلة انتقالية لإدارة الأزمة قد تشكل عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منعطفا في مسار الأزمة التي تشهدها الجزائر في أسبوعها الثالث الكل ينتظر من شارع وموالات ومعارضة ما سيقرره الرئيس لحسم قضية الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل بوتفليقة العائد من سفر سفرة علاجه في سويسرا أشاد بالتظاهرات الشعبية الرافضة للعهدة الخامسة ويقول مدير حملته عبدالغني زعلان أن الرئيس سيغير النظام فأي خيارات سيعتمدها الرئيس هل خيار الترشحي ما يزال مطروحا في ظل تصاعد التظاهرات وما شهده الحزب الحاكم من تصدعات وهل سيعتمد تعهده في رسالته الأولى بإجراء الانتخابات أولا وعقد مؤتمر حوار وطني وتخليه عن منصبه خلال عام قيادي الجبهة يبررون هذا الخيار بأنه لمنع الفوضى فيما المعارضة ومتظاهرون يرفضون الجيش الجزائري حتى الساعة يمسك بزمام الأمن ويقول إنه هو الشعب واحد فهل يتفق الجزائريون على مرحلة انتقالية لإدارة الأزمة قبل الاتفاق على حل معضلة المحطة الانتخابية وماذا عن قرار المجلس الدستوري بعد أيام بشأن مصير المرشحين هذا الموضوع هو محور نقاش مساية الليلة الرئيس عبد العزيز بطفليقة يعود إلى الجزائر بعد رحلة العلاجية في جينيف فيما التساؤلات لا تزال كثيرة حول الخيارات التي سيتخذها بشأن الأزمة والانتخابات أما طلبة الجامعات وتلاميذة المداس فقد خرجوا في احتجاجات فيما جزء من التجار استجاب لدعوات الإضراب هذا التقرير لأسامة عبد النور لا حديث في الشارع الجزائري سوى عن عودة الرئيس بطفليقة من رحلته العلاجية ولا تساؤلات تطرح إلا تلك التي تتحدث عن صحته ومدى قدرته على الاستمرار في الحكمة أحزاب الموالات أعلنت تفهما رئيس لمطالب الشارع ووعده بتغيير النظام كما جاء في رسالته الأخيرة وأثناء قائد الجيش على الوعي الشعبي والرابطة القوية معه أنني أعلم علم اليقين أن الشعب الجزائري العصيل والوعي الذي برهن في كافة الأوقات وظروف على أنه شعب قد عرفه وسيعرفه كيف يحافظ على وطنه أحزاب المعارضة أشادت بدورها بالوعي الشعبي العميق وتمسك الشباب بمطالب تغيير الديمقراطية كل جزائري كان خائف من الفوضى كل جزائري كان خائف من استعمال إيديولوجي لهذا الحراك فإذا به الكل يتفاجأ ويكتشف أن جزائر 2019 ليست الجزائر تاع 2000 أو تاع 1990 طلبة الجامعات والتلاميذ المدارسي عبروا عن غضبهم من قرار تقديم موعد العطلة الربيعية واعتبروه قرارا سياسيا مستفزا اليوم وقفات احتجاجية مع الأساتداء والطلابة كلنا المتحدون داخل الحرم الجامعي اعتصاما واحتجاجا على هذا القرار مرنمت وحدنا في إطار سياسي ولا في حراك يكون سياسي قرار الوزير هو كان أمر لامتصاص الأزمة لجت مؤخرا مراقبون تحدثوا عن اجتماعات طريقة لأحزاب السلطة ومطلبها حلا توافقيا يخرج البلاد من الأزمة لكن التخوف قائم من انحراف التظاهرات السلمية عن مطالب تغيير الهادئ من غير المعقول أن تجرع انتخابات رئاسية في مثل هذه الظروف يعني قد يخرج المواطنون يوم الانتخابات ويمنعون الانتخابات الرئاسية وستكون الكارثة بالنسبة للنظام السياسي النظام السياسي في الجزائر حاليا ليس أمامه إلا تنظيم انتقال سلس سمع عبد النول عاصمة الجزائرية الميادين لمناقشة ملف الليلة معي مباشرة من الجزائر الوزير السابق والقيادي في تجمع الوطني الديمقراطي والعضو في حملة انتخاب الرئيس عبد العزيز بن تفليقة أستاذ بالقاسم ملاح وأيضا من الجزائر رئيس حزب الشباب الدكتور حمان أبو شرمة حيكم ضيفي العزيزين أستاذ بالقاسم ملاح أبدأ معك من عودة الرئيس الجزائري عبد العزيز بن تفليقة إلى البلاد كما شاهدناه عبر وسائل إعلام الجزائرية ماذا يضيف هذا الحادث للمشهد عموما في الجزائر الآن أولا أشكركم جزيلا شكرا على الاستاذافة خاصة في قناتكم المحترمة الميادين التي عندها متتبعين هنا في الجزائر أشكرك وقامت بعدة تغطية وها هي مشكورة أولا عودة الرئيس عبد العزيز بن تفليقة اليوم كنا ننتظر فيها إحنا كأعضاء في مدرية الحملة لأن فترة العلاج بدأت من يوم 24 إلى اليوم الحراك الذي وقع في الجزائر ليس وليد اليوم وإنما بدأ منذ سنوات مع الأطباء وكذلك ولكن هذا الحراك المرة هذه أعطى ربما درسا حتى لأحزاب المعارضة وأحزاب الموالات لأنه يعتبر طيار قوي لأنه إذا كان رجعنا إلى الوراء نجد أن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز في عدة سنوات حوالي 35 أو 36% وإنما هذه النسبة تعتبر موجة كبيرة ولا يستطيع أي حزب سياسي مهما ولد معارضة ركوب هذه الموجة الرئيس عبد العزيز بن تفليقة عندما قدم الرسالة الأولى للترشح تعهد في ست نقاط تأسس أنه سيجري تعديل دستور يكون عن طريق الاستفتاء وليس عن طريق البرلمان كذلك ندوة وطنية يشارك فيها الجميع وكذلك أيضا أنه سيقوم بانتخابات مسبقة وهذا تعهد وقال في رسالة أن يتعهد أمام الله وأمام الشعب اليوم كل الجزائرين يتتبعون وخاصة في الخارج أن الطبقة السياسية كامل كانت غير مرغوب فيها خاصة في التظاهرات لأن كل قيادة في حزب أو شخصيات لم تلقى إقبال لدى المتظاهرين وهذا يعني أن وعي كبير عند هذا الشباب والسبب هو أن الطبقة السياسية عندما دخلنا الديمقراطية في سنة 1989 تم الغلق لم يتركوا الكفاءات حتى يكونوا في أعزابهم ورئيس حزب تجده منذ تأسيس الحزب إلا وفاته هو رئيس حزب وبعض البرلمانيين بقوا لسنوات وسنوات تم الغلق السياسي على هذه الإطارات وربما جيل كامل بأنه كان ينتظر أن يكون ربما في البرلمان ويكون أيضا لأن البرلمان هو الذي ينتج من خلاله هو الجهاز التنفيذي ويكون له وزراء أقوى المعارضة الآن في الجزائر أصبحت لا تمثل أنا أقولها وبكل صراحة لا شيء وأيضا أحزاب الموالد وحزبي أنا الذي أنتمي إليه وحزب رئيس الحكومة منذ سنوات منذ سبعة وتسعين عرفها تقهقل خاصة في جلب مناظرين جدد ونخبة وبقوا لبعض طيب أستاذ بالقاسم إذا رأينا اليوم إذا سمحتني أن أسمع رأي الدكتور حمان أبو شرم إذا سمحت أيضا أستاذ حمان أحيك الله وكل التحركات كانت قائمة خاصة خطاب الأحزاب المعارضة على أن الرئيس في التدهور تام لصحته وبالتالي غير قادر على إدارة البلاد هل عودة الرئيس عبدالعزيز متفليقة والمشاهد التي عرضتها قنوات التلفزة الجزائرية كونه بكامل صحته أو الرجل كان جالس في السيارة الرئاسية في الموكب الرئاسي هل هذه تعيد الحسابات الآن في الجزائر؟ شكرا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بداية أحييكم وأشكركم على هذه الاستضافة في قناتكم حياك الله كما قال صديقي سي ملاح رأي قناة محترمة هنا في الجزائر وعندها متابعيها وأحيي من خلالكم كل المشاهدين الجزائريين وكل المشاهدين العرب أولا عندي توضيح الحراك الشعبي الجزائري التاريخي هو حراك الشعب الجزائري برمته يعني ولا حزب ادعى أنه هو من كان وراء هذا الحراك الشعبي ولا حزب ادعى أنه هو من يؤثر الحراك الشعبي ولا حزب ادعى هو من يقود الحراك الشعبي قصد المعارضة وبالتالي نرجو من صديقنا سي ملاح لنحترمه وره هو صورة نمطية للتعددية السياسية في بلدنا بحيث سي ملاح رأي مع النظام الحكم الحالي المتعفن وبالمقابل ابنه طيب المسألة لا تتعلق بالشعبي ابنه صحفي سي عدلان أنه صحفي وهذا يأكد وهذا يأكد بالي من الصعب من الصعب على الأحزاب الموالات وحتى قادة أحزاب الموالات أنهم حتى يقنعوا ذويهم حتى يقنعوا ذويهم بإمكانية استمرار نظام الحكم المتعفن الحالي طيب ندخل بالإجابة دكتور إذا كنت سمحت لي أنه العهدة الخامسة نعم العهدة الخامسة العهدة الخامسة هي النقطة التي أفاضت الكعس لأن الجزائريين صبروا على نظام الحكم من 62 إلى يومنا هذا كانت محطة في بداية التسعينات ولكنها أجهضت كنت تعلموا أن كل انتخابات لمرتبها الجزائر انتخابات مزورة إلا انتخابين انتخاب تقرير المصير بالنسبة لشعب الجزائر في مخص الاستقلال لنظم المستعمر المستدمر وكان نافذا والانتخاب الثاني تعد 90 لفز فيها جبل الإسلامي للنقاذ وجبة القوى الاشتراكية وجبة تحرير أنا ذاك بالنسبة متفاوتة وإن كنت أختلفوا حين ذاك اختلفوا مع هذه الثلاث أعزاب يعني تريد أن تقول دكتور بما هو حدث بأن عودة الرئيس عبد العزيز بطفليقة لن تغير شيئا في المشهد في الجزائر ليس كذلك لن تغير أولا محترامي محترامي لشخص سيد عبد العزيز بطفليقة رئيس الجمهورية اللي نقوله شفاه الله ونقوله له عودة ميمونة لوطنه وهو مجهد أدى ما عليه ولكن البطانة تعو والمستفيدين من المستغلين لمراضه أفسادوا أكثر الفسادة في البلاد وبحيث الجزائر حتى تكون صورة واضحة بالنسبة لكم أن الجزائر حاليا سيأسير عن المافيا المافيا هم أرباب المال الجدد تمني تكون أرباب المال أنه من خلال عمل مقاولاتي شريف ويدفحق الدولة ويحترموا قوانين الدولة لا هذما الناس استنزفوا الخزينة العمومية بطرق غير قانونية بطرق ملتوية وأصبحوا هم الأرباب حاليا هم المتحكمين في صناعة القرار حتى أنه مؤسسة الجيش تم مزع زاحتها لكانت صانع قارة تم مزع زاحتها من طرف الأرباب أرباب المال الجدد لأنهما بالنسبة لنا المافيا كيف تنظرون؟ عودة الرئيس هذه اسمح لي إذا كان سمحت أستاذ أربع عهدات أنا كنت قلتها وكانت عندي صراحة نقولها ابن مجاهد لمجاهد كون خرج السيد عبد العمزيز متفلقة من الحكم سنة 2009 ربما كان زعيم تاريخي ويتخلد الاسم لكن لما تغير عدل الدستور من أجل شخصي عكس ما حدث في روسيا ويغير يعدل الدستور إنتعوا أعلى جد شخصه دكتور هناك دعوة لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر للأحزاب والأطراف السياسية للعمل معا لإنهاء الأزمة السياسية كيف تفهمون هذه الدعوة؟ يا أخي دعوة من حزب جبهة التحرير لكل الشباب بتاع الحراك الوطني يقولون له ارحل خصوصا التصريحات يعني المهينة للجزائريين من طرف المنسق العام لحزب جبهة التحرير وين يقول الجزائري يبقى وأحلموا وردوا عليه في مسيرة 1 مارس وردوا عليه بأضعاف أضعافها في 8 مارس وردوا عليه حاليا في الإضراب هذا موج جزئي إضراب كبير كثير من ولايات شلت على غرار سطيف والبرج وميلة وخدشلة وثلاث أرباع العاصمة حسيم سعود وهنا حتى في بمرداس وغيرها نقول القطاعات الاستراتيجية لا نقول التجار لا نقول التجار لا نقص المواطنين لكن نحن نريد رسالة من خلال هذا الإضراب العام للسلطة أنه لما نخرج كل يوم من الأسبوع يوم للطلبة والمحامين والأطباء والفنانين والصحفيين وكل الشرفة والأحرار وبالجمعة مسيرة مليونية في كل الولاية لا نخرج لكي يكون تنفيذ هذه رسالة هذا ليس تنفيذ نخرج أفهم منك دكتور أبهرنا العالم بمسيرات مليونية متحذرة ولا حادثة جرتفعة ولكن لدينا رسالة واضحة أفهم أنكم ترفضون هذه الدعوة جابت جميع odds إليه يجب أن يذهب إلى المتحف أما أنا أنحي مع الس quier اللي اليوم غيرت من خطابها بعد ما كنا شعب مغرر به اليوم رأنا شعب عندنا نفس الرؤية هذا خطاب المسؤول أول على مؤسسة الجيش لنحييه على الخطاب هذا الجيش الجديد هذا وبعث فينا تفاؤل ونعتبر مؤسسة الجيش جزء من الحديد نحن نسنا مع عسكارة الحياة المدنية نسنا مع عسكارة الحياة السياسية نسنا مع عسكارة المؤسسات ولكن نحن بالنسبة لنا الجيش هو جزء من الحل والسيد عبدالعزيز مدفليقة رئيس الجمهورية هو جزء من الحل ونتمنى أنه غد وغدا يكون عنده قرار تاريخي قرار تاريخي لأنه نقوله العصابة والمافيا لملتفع حولك رأي بغيات لك سوء الخاتمة السياسية نحن كجزائريين معناش مشكلة شخصية العاكس عبدالعزيز مدفليقة نقولولك أهنا تتوقف أهنا تتوقف ورامد تلك حول جزائر إلى مصخرة انتخابات رئاسية إذا كنت أسمعني نسمع رأيي الأستاذ بالقاسم ملاح في كثير من النقاط التي طرحتها لا يبدو أن هناك ترحيب بدعوة حزب جبه التحرير لأحزاب كافة الأطراف السياسية في البلاد كما استمعت وفي إشهادة أستاذ بالقاسم بموقف الجيش اليوم ماذا يعني أن يقول الفريق أحمد قايد صالح أننا نحن الجيش والشعب لدينا رؤية موحدة للمستقبل دعني أستاذ الكريم أن أجيبك بالسؤال الثاني لأن الجيش ربما يقوم بمهمته الدستورية للمنطلها دستوريا والجيش الوطني الشعبي هو منبثق من أبناء الشعب الجزائري وهذا شيء معروف منذ الاستقلال أن كان جيش التحرير وأصبح فيما بعد الجيش الوطني الشعبي وهو لأبناء الجزائري كله من حقنا جميعا أن نشيده بالجيش الوطني الشعبي كما أن هذه المؤسسة مهامها الدستوري أنها تحافظ على الأمن والاستقرار هذا سؤالكم الثاني يعني ليس ثمت أسد القاسم ليس ثمت رسالة في كلام الجيش لا تجد رسالة في كلام الجيش لا تجد اختلافا في اللهجة بين الخطاب الأول السيد قائد صالح وبين الخطاب الثاني لا هو أشوف عندما خطب قائد الأركان يعني منذ حوالي ثلاثة أو أربعة رسائل فكانت الرسالة ربما الأولى موجهة لأن أنت تعلم وأن المحيطنا كامل محيط ربما الحدودي ولهذا من حقه لن يوجه أي رسالة ولكن الرسالة هذه كانت رسالة لأن الجيش الشعبي الوطني دائما كان بجانب الشعب الجزائري ما أقوله أيضا في السؤال الأول لأن الآن الطبقة السياسية كلها فاشلة بما فيها أحزاب الموالات هل استطاعوا هذه الأحزاب لأن هذه الموجة أكبر منهم جميعا لأن اليوم كل من دخل بينهم في المسيرات إلا ورفض وخير دليل لأن وسائل الإعلام اليوم أصبحت عالمية وأنتم رأيتم بأم عينكم اليوم ما هو مطلوب نحن في كأحزاب التي دعت الرئيس إلى الترشح وكذلك في مداولة سيد عبد العزيز بوتفليقة ومن خلال الرسائل الموجودة أن الرئيس لم يتشبت في السلطة وإنما سيقوم بمرحلة انتقالية وهذه المرحلة انتقالية تتطلب أولا تعديل الدستور ربما تعديل هذا سيمس إلى ما بقي إلى المواد المتعلقة بالثوابث الوطنية وقال في رسالته أنه لن يترشح وانتخابات مسبقة زيادة على ذلك هو نادى من خلال الرسالة أنها الندوة الوطنية التي يشارك فيها موش إلا الأحزاب السياسية الشخصيات وأنا أقول لك بصراحة يعني هذا الحرك كما يقولون بلغة فرنسية على الرلاف أو البديل يأتي من الشارع لأن اليوم السبب الوحيد الذي كما قلت في البداية غلق على هؤلاء الشباب هم الذين الآن طالبوا والسلطة أسغط من خلال الرسالة التي تم توجيهها في ربما الأولى والثانية والثالثة أما قضية اليوم عبد العزيز بوتفليقة فهو قال وأشاد بالرسالة وقال إنني أريد أن أترك الجزائر بين آياد أمينة ومن هنا ننطلق نحن ونقول ليس أوصي على الجميع وإنما نحن مساندين الرجل وهذه الأحزاب بما فيها حزبي التجمع الوطني الديمقراطي ورشح الرئيس والرئيس قبل الرسالة الآن بقي شيء واحد كل المترشحين هم سواسية أمام المجلس الدستوري والمجلس الدستوري سيعلن يوم قبل يوم 13 يعني آخر أجل هو يوم 13 ومن هنا الأربعة ومن هنا تتضح الرؤية منهم الذين يبقون في السباق للرئاسيات ومنها تبدأ ربما في خلال أسبوع أو أسبوعين انطلاق في الحملة الانتخابية وما قلوا أيضا أن هذا الرئيس هل أتى بطرق أخرى أتى بطرق الانتخابات ربما كان في 99 و2004 وأنا شاركت في كل حملات ومن 99 إلى يوم هذا الرئيس كانت حزاب سياسية وتنظيمات ومنظمات تناشده للترشح وهو دائما يترشح حر واليوم إذا كان هؤلاء لا يرغبون في عودة الرئيس أو انتخاب على الرئيس فالحكم الواحد هو الشعب والشعب عن طريق الصندوق اليوم لا بد علينا أن نحترم أولا القوانين والدستور والشعب هو الذي يقرر هل كل الجزائريين الذين تراهم في الشارع ضد متفلقة ربما كائن وناس أخرين الصامتين فلنطرق الانتخابات ونطرق الصندوق ونطرق أيضا المجلس الدستوري حتى يقوم بعمله من خلال المداولاء يقول كلمة والأخيرة اسمح لي نعرض هذا التقرير مشاهدين مع السمرار تظاهرات في الجزائر رفضا للعهدات الخامسة ما يزال المشهد الجزائري يحتاج إلى الأجوبة على كثير من الأسئلة العالقة هذا تقرير لغراسيا بيطار يزداد المشهد الجزائري تعقيدا الدعوات إلى الإضراب العام والعصيان المدني ليست واضحة الأفق بعد نظرا للاستجابات المتفاوتة تجاهها مع العلم أن مسألة العصيان المدني لم يتحمس لها كثيرون من المتظاهرين أنفسهم لكونها قد تلحق الضرر بهوية الحراك السلمي الذي يدخل أسبوعه الثالث وسط تساؤلات متزايدة عن جدوى التصعيد الحاصل ومن المستفيد من أي تصعيد ومن هي الجهات المتضررة عندما تنحو الصورة نحو الضبابية تكسر المعلومات المؤكد منها وغير المؤكد لضرب الاستقرار ومن هنا يمكن فهم فحو الإطلالة الجديدة لرئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الذي جدد تشديده على اللحمة بين الجيش والشعب المؤسسة العسكرية تعول كثيرا على ما يبدو على هذا التلاحم وتحرد على رفعه في مواجهة ما حذرت منه في بيانها السابق عن وجود أطراف لا تريد الجزائر آمنة ومستقرة وهذه المرة أضاف صالح عبارة أخرى في السياق نفسه عندما قال إن الشعب الجزائري يدرك جيدا الرهانات أمام عالم لا يرحم هذه الرهانات قد تكون فرصة الجهات المجهولة التي حذر منها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والتي تريد الزج بالجزائر وشعبها في المجهول على حد تعبير الحزب هذا الحزب يبدو في سباق مع الوقت لناحية التحرك الذي يقوم به مع الأطراف السياسيين للخروج من الأزمة بأقل ضرر مراعاة للمصلحة الوطنية يقول الحزب الحاكم الطائرة الرئاسية الجزائرية التي انطلقت إلى الجزائر من جناف حيث قضى عبد العزيز بوتفليقة في المستشفى الرئيسي أسبوعين قد تساهم في توضيح الصورة أكثر دكتور حمان أبو شرمة فيما يتعلق بتطورات هذا اليوم اليوم قال مدير الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأستاذ عبد الغني زعلان بأن الرئيس لم يقل في رسالته كلاما يصعب فهمه سيكون هناك مباشرة بعد الانتخابات عقد الندوة الوطنية التي تحدد موعد للانتخابات المسبقة والرئيس لا ينوي البقاء عهدة كاملة بمعنى أنه على الجميع الانتظار أستاذ حمان تسمعني دكتور نعم حاليا أسمعك حاليا أسمعني أنا نقلت لك شكرا جزيلا تصريح الأستاذ عبد الغنيز على إذا كنت سمعتني نعم فيما يخص التصريح مدير حملة المترشح مرشح النظام سيد عبد العزيز بوتفليقة يعني هو صراحة مرفوض جملة وتفصيل تعرف علاش يا أستاذ لأنه مستوى الوعي تعشى باب الحراك الذي هو أشاد به أشاد به السيد عبد العزيز بوتفليقة والتظاهر السلمي وأشاد به السيد الفريق قيد صالع قايدلر كان نيب وزير الدفاع وأكد باللي يراه هو هو والشعب في نفس الخندق ولهما نفس الرؤية المستقبلية وأشاد به كل وسائل العام أي الرأي العام الدولي في رسالة طارو الشح سيد عبد العزيز بوتفليقة يكفي أنك لما تقراها تدرك رفضنا رفضنا للانتخابات هذه في الرسالة يقول لك ننبيل إصلاحات هيئة وطنية للإشراف الكلية على الانتخابات هو إقرار هو إقرار باللي أنا نقول لك باللي من 62 عدا انتخابات 90 كلها مزورة كلها مزورة هل بربك نقبل نحن نجري انتخابات مزورة وين محسومة مسبقا وين نتائج نسبة المشاركة محسومة مسبقا وين نتائج الفوز نسبة مرشح نظام محسومة مسبقا عن طريق ولاة الجمهورية نحن السيد عبدالعزي بطفليقة أعطينا له فرصة تعالفين في 2012 ولكن تم تزوير الانتخابات شريعية ومحلية أعطينا له فرصة في 2017 ولكن تم تزوير الانتخابات شريعية والمحلية لكن فيما يبدو دكتور بأنه ليس هناك منافس للرئيس عبدالعزي بطفليقة يعني لا يبدو من خلال هذه الأزمة أن هناك منافس له للرجل وهذا هذا ما دفعني أنا كرئيس عزم عمت ورفرة في كل شروط الترصح أني رفضت ليس نترصح لكي لا نخدع نفسي ونخدع الجزائريين لأنه هذه مهزة لا انتخابية هذه انتخابات عديمة الجدوى والشباب في الحراك يرفضوا هذه الانتخابات فهناك حل حل بالنسبة للسلطة هذه وأنا نقول السيد عبدالعزي بطفليقة لا تلتفت للمافيا المحيطة بك اللي بغت تأديك إلى ستة تصر دكتور اسمح لي أطرح عليك سؤال يتعلق بهذه المسألة أنا نقول لماذا يلجأ ولتلغي اسمح لي لماذا تلجأ اسمح لي من ناحية القانونية دكتور دكتور من ناحية القانونية الدستور يسمح له اسمح لي كم الفكرة طبعا من ناحية قانونية الدستور يسمح له لجوء للحالة الاستثنائية وبالتالي يلغي الانتخابات المجد دستوري قانوني من حقه ويمكنه أنه ما يصادق حتى على طار الشح وبالتالي ما تكونش هذه الانتخابات والروح هذا الحل اللي اقترحناه أنه ما تكونش هذه الانتخابات والروح نتفقع ننصب نوفر شروط نجاة الانتخابات ونوفر آلية اللي ذكرها السيد رئيس جمهورية ذكرناها قبل كل أحزاب ذكرتها هيئة وطنية مستقلة من طرف مشكلة من طرف الأحزاب ونشطاء المجتمع المدني ونشطاء الحراك الشعبي الأخير هذا هذه اللي تشرف على الانتخابات بداية من تحيين الهيئة الناخبة إلى الإعلان هذه اقتراحات دكتور حمانة هذه اقتراحات ورئيس جمهورية يتعهد أنه ما يترشعش للانتخابات تكون بعد ثلاث شهر بعد ست شهر فليكن أما نذهب لانتخابات محسومة ورئيس جمهورية أنه ظاهريا ظاهريا نحن نكون شهود صور لن نقبل كأحزاب لن نقبل كمجتمع مدني أن نكون شهود صور هذا تاريخ تاريخ تأمة عارقة هل تعلم يا أخي في وقت طورة الجسائريين كانت تعددية سياسية وكانت تعددية إيديولوجية انظر إلى الشكل دكتور حمانة أرجو أن أرجو أن تسمع أرجو أن تسمع سألتي دكتور أنا مطرر لقطع لقطع مداخلتك والانتقال لأستاذ بالقاسم ملاح وأرجو أن يكون في حوار بيننا وبينكم ضيوف الأعزاء في الجزائر ولا يكون الموضوع عبارة عن خطاب سياسي أستاذ بالقاسم ما رأيك أولا بالمقترحات التي قدمها الدكتور حمانة فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات أو إلغاءها ألا تعتقد أنه يمكن أن يكون مخرج للجميع طالما أن هذا قد يكون مطلبا مرضي للمعارضة ويرضي الشارع أيضا وقد يريح البلاد موضوع تأجيل الانتخابات إلى أجل محدد أولا دعني أقدم الشكر إلى الصحفية التي قامت بهذا الموضوع وكانت الموضوع إلى أقصى درجة لأنها تطرقت فيما يخص بالإضراب الذي يمس المواطنين ويمس حتى الطبقة التي كانت في هذه المسيرات وهذا يعني ربما في بعض الحيان نجد الإجابة عند صحفية وهذا أنا أشكره على التقرير فيما يخص هذه الاختراحات هذه الاختراحات أنا قلت لك في البداية أن هذا الطيار أقوى من كل أحساب بما فيها حزب الموالات التي عندها لها الأغلبية في البرلمان وإن هذه الموجة لا يستطيع أي حزب أن يركب عليها ولا يستطيع أي رئيس حزبا يقدم اقتراحات الآن ما جاء في وثيقة الرئيس وذهاب للانتخابات وفي خمسة أو ست نقاط التي تطرق إليها السيد رئيس الحزب كما قال لجنة مستقلة هي موجودة في هذه الوثيقة انتخابات مسبقة فهي موجودة في هذه الوثيقة ندوة وطنية موجودة في هذه الوثيقة أن يتعهد أن لا يترشح فيها فهذا كل شيء موجود ولكن اليوم الشارع بدأ يطلب في مطالب التي تهمه ولا تهم الأحزاب السياسية كل هذا ينفرون من أحزاب السياسية بما فيها أحزابنا أنا قتلك في البداية أن الغلق والبقاء والمكوث في الأحزاب منذ تأسيسها إلى اليوم هل أن الدستور الجزائري لا يسمح بأي شخص أن يترشح فليسمح بأي شخص بما في ذلك رؤساء الأحزاب فكل شخص تتوفر فيه الشروط وجمع التوقيعات فله ذلك ومن هو الفاصل الفاصل هو الشعب عن طريق الصندوق وعن طريق الإجراءات القانونية مثلها اليوم حان الوقت نحن كجزائريين أن لا ننسى السنوات التي مرنا بها الجزائر ربما مرت بأحداث كانت أحداث الأولى هي في 88 أحداث أكتوبر وأنا عشتها وكانت هذه الأحداث ربما كان فيها تخريب وكذلك فجاءت الفتح للمجال السياسي منذ ذلك إلى يومنا هذا لم تستطع الأحزاب سوى معارضة أم ولد أن تخلق مناضل حقيقي بل خلقت موظفين سياسيين لكن البعض يطرح أستاذ بالقاسم بأن ما يجري حاليا في الجزائر هو فرصة حقيقية لإنتاج نظام ديمقراطي طالما الشعب يريده ويحلم به ويطالب به بمعنى هناك اليوم يعني مثلا الرئيس الوزراء الجزائري السابق علي بن فليس يقول أن النظام الحالي يتفكك ويتحلل وأن المد الشعب الذي تشهد البلاد هذه الأيام يمكن أن يؤدي إلى جزائر حديثة وديمقراطية يعني في طريق اليوم في باب اليوم لأن تتحول أن يكون هناك نوع من الحياة السياسية الجديدة لماذا يجب أن يغلق عليها هل لا يجب أن يكون التغيير هل هناك سعي لأن يكون التغيير بيد الرئيس وهذا هو سبب التصميم على الترشح وطرح خارط الطريق في رسالة الترشح أستاذ المحترم لقد أسألت وأجبت وأنت مشكور على الإجابة في حد ذاتها إذا نظرنا إلى السؤال والإجابة لأن اليوم البديل هو الشارع البديل هذه الكفاءات الموجودة في الشارع كل هؤلاء الذين قاموا باحتجاجات يعني لا أقولها بعبارة أخرى لأن مقامكم ومقام قناتكم المحترمة فأقول قضية الاستحقار والاستصغار لهؤلاء من طرف الطبقة السياسية ولم يفتح لهم المجال هذه النتيجة اليوم كل أحزاب السياسية تتساءل أين كانت منذ التعددية الحزبية إلى يومنا هذا لماذا تم تهميش هؤلاء لسنوات لأن اليوم في أي دولة عربية أو دولة أوروبية عندما يكون لك برنامان قوي ويأتي بطريقة ديمقراطية تكون لك سلطة تنفيذية ناتج عنها وزارة قوية ويكون لك أيضا إعلام قوي الحمد لله اليوم في الجزائر عندنا قنوات وعندنا جرائد ولكن إلى حد الساعة ليس هذا المستوى الذي يطمح إليه الشعب الجزائري اليوم أصبحت وسائل الاتصال الاجتماعي الفيسبوك وأخرى يعني غطت حتى الجرائد الورقية ذهبت فربما في السنوات القادمة هؤلاء الشباب صانعي التاريخ سيكونهم هم الذين يقودون الجزائر أنا أقول لك جيل كامل بأكمله تم شيخوخته عن طريق هذه الممارسات اليوم هذا الصوت وصل إلى السلطة وصل إلى أعزاب الموادات كمراقب خارجي أنا أستغرب فعلا الخطاب الذي يمتدح المتظاهرين يمدح هذه الحضارية للتظاهر وحق التظاهر وهذا الجيل الواعي وإلى آخره وبعد ذلك يقول لن أستجيب لكم يعني أنا هنا أجد نوعا من التناقض في هذا الخطاب لا أفهمه صراحة ربما هذه استفاقة لبعض المسؤولين هذه استفاقة اليوم حان الوقت لأن البعض يعيشوا في القرن نحن نعيشه وأقولها بكل صراحة لأن الانتقاد لبعضنا البعض أساس نحن نعيش في القرن 19 وهؤلاء الشباب يعيشون في القرن 21 لابد الإصغاء إليهم لابد إلى دخولهم إلى المعترك السياسي لابد عليهم إلى تسيير أمورهم وشؤونهم عن طريق سوى الانتخابات أو التعيينات في مراكز كبيرة اليوم مثلا نحن موجودين في الجزائر وانتم موجودين ربما في لبنان وقناتكم تنقل على مستوى العالم ما يحدث في الجزائر ويحدث في أي دولة في دقيقة واحدة صحيح اليوم الوضع تغير ليست الممارسات القديمة التي هي ممارسة ربما رفع الأصوات والتباهي والتغاني أنا ما أقوله هذا الرئيس عندما جاء في 99 قام بإنجازات وقال في رسالته لقد قمت بإنجازات ولكن إلى حد الساعة فيه نقائص فيه هذه فيه أمور ولنبني دولة يعني ربما دولة مثل الجزائر في خمسين أو ستين سنة فنحن مرنا بعدة مراحل والاستقلال الجزائر في اثنين وستين وبعد اثنين وستين يعني عشر سنوات كان فيه مشاكل وكانت البنية اليوم أصبحت لنا بنية تحتية لبس بيها أصبح عننا اقتصاد لبس بيه حتى ولو يعني كنقوله كلمة لبس بيه أي فوق المتوسط وليس في مستوى عالي واليوم لنا شباب مثقفة في كل ولاية فيه جامعات فيه تكاتيرات ممتاز سبب القاسم أصبح قرية في هاتف نقال طيب اسمحني أنتقل دكتور حمانة بوشارمة أيضا وأخذ رأيه في مجموعة مساء لدي بعض الأسئلة دكتور عندما كنت تداخل قبل قليل وقلت أن الانتخابات مزورة وهناك تزوير الانتخابات طيب هنا يطرح سؤال إذا كانت ما حاجة السلطة لتزوير الانتخابات إذا كانت أحزاب المعارضة في الجزائر حتى اللحظة غير قادرة على إنتاج منافس للرئيس عبد العزيز بالتفليقة رغم مرضه ملاحظة إذا كان سمحت لي أستاذ فأنا تقاطعني ما نكملش الفكرة نتاعي ويعني ماذا بينا تأتينا وقت بده يكون في حوار بيني وبينك يا دكتور يعني أنا أصعب علي أو يعني لا أحب أن أقاطعك مرحبا لا أحب أن أقاطعك ولكن يكون في بيننا نقاش يعني أو توضح لنا بعض النقاش لأنه إحنا صراحة فضل لأنه إحنا أنا شخصيا كرئيس حزب كرئيس حزب جزائري معتمد سنة 2012 عندي منتخابين في البرلمان نواب في البرلمان عندي أزيد من 140 منتخب محلي رؤساء بلديات أنا ممنوع ممنوع من الفضائيات الجزائرية ومن الإذاعة الوطنية ولما يكون عندي تجمعات المرسلين تع الصحف لما يرسلوا الجرائد ممنوع باش يكتبوا على حزب الشباب وعلى الدكتور حمانة والتصريحات فأرجو أنا فرحت لما نديتوني بشترفوا هذا الحصار فأرجو أنه هذا المعاناة التي نعانيها مع الديمقراطية الديكور وديمقراطية الواجهة ليعتمدها نظامنا الشمولي المتعفن لصراحة المذبية لا تكرر مع قناتكم المحترم أهلا وسهلا وليقدرها لإحترمها المتتبعين نحن بالنسبة لنا يا أخي في الجزائر في الجزائر ليس لن يغلطكم حتى واحد الحمد لله أخونا أخونا ملاح بالقاسم وضعه وضع شهد شهد من أهلها هو أشهد من أحزاب الموالات يقصر في حق الشباب الجزائري وهذا الشي يتفهم باش أسوا أحزاب وأسوا جمعيات وأسوا كذا ولكن لأسف لما أسوها صوريا شكليا عندنا أزيد من ستين حزب صوريا عندنا أحزاب ممثلة في البرلمان ولكن تصوير الانتخابات رهيب ورهي تعتيب إعلامي رهيب ونهني نموذج أمامكم لما تقول المعارضة لا تستطيع تنتج بديل ننتج بديل أمام انتخابات محسومة كثير من رؤس أحزاب وشخصية وطنية من وزن الثقيل ربما التعتيب الإعلامي عليهم من طرف النظام الحكم المتعفن هو الذي خلال سيادتكم تقول عجزة المعارضة على إنتاج مترشحين رئاسيين لكن الجزائريين معروفين بتكوينهم الأكاديمي تكوينهم السياسي بوطنيتهم قدرتهم على الإقناع والتواصل النظام هذا الفاشل المتعفن للتصوير والتعتيب الإعلامي ويعتمد على المقاربة الأمنية المقاربة الأمنية في تسيير الحياة السياسية هذه حقيقة هذا النظام المتعفن ورنان يوميا من هذا المقاربة الأمنية في تسيير حياة السياسية ممتاز هذا الذي يخل المعارضة ربما بانتلكم ظهرت أنه ما عندهاش قيادات وما عندهاش ممورشح رئاسيات نحن لن نشارك في رئاسة في انتخابات ما حقيق عديمة الجدوان كاملة الفكرة فضل تمام طيب دكتور فيما يتعلق بالعصيان المدني أو الدعوة للأضراب حضرتك في مداخلتك امتدحت هذا النوع من الاحتجاج ولكن هناك من يصفه بأنه نوع من التهور والذهاب إلى المجهول كما قالت جبه التحرير ومحاولة بالزج بالبلاد وشعبها في المجهول هناك حياة المواطنين تتأثر بهذا النوع خاصة بأنك تعرف أنه اليوم تعرض المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية في الجزائر لمحاولة الحرق من له مصلحة اليوم بحرق تراث الجزائر وتاريخ الجزائر العريق والقديم والمقدس إلا استغلالا لهذه الفوضى أو استغلالا أو لنشر الفوضى في الجزائر بمعنى أنه يجب أن يتم الانتباه كما يقول البعض اليوم في الجزائر ومن ناحية أخرى العصيان المدني ليس في مصلحة البلاد ماذا تقول في هذا شكرا على السؤال الوجه أول نحن لم ننادي العصيان المدني قلنا إضراب عام إضراب عام وكي نكون فيدرالية نقابية للقوى المنتجة معتمدة سنة 90 تم تحييل القيادة تحييل هي التي دعت إلى الإضراب والإضراب هو حق مضمون دستوري مضمون دستوري إضراب ملف ملف سري هذا يتم تسيره بطريقة غير شفافة نحن الأمريكيين يكتشفوا ويستغلوا في الغاز الصخري في عين صالح نحن أموال ضخمة التي تمت بين سلطة الجزائرية وبين سلطة الأمريكية ولكن لم يكن شفافية نحن كأحزاب غير مطالعين نحن نحن بالنسبة لنا وين كان مصالح المافيا نعطلها شركات لتركيب السيارات نحن لاستنزاف الخزينة العمومية لعملة الصعبة وين كان وين كان مرافق وين كان تجارة المافيا نحن نحن نحاول ننبه ننبه السلطة باللي ها وين ضرر تعنا عندنا إدارة عندنا إرهاب إداري في الإدارة المحلية إدارة تزور الانتخابات يكون يكون يضرب فيها عندنا قطاع عدلة شرفاء اللي رأوا كان للأسف وكي إن القضايا تمشي بعض منها مع بعض القضايا الحمد لله بالهاتف وبالرشوة وغيرها إحنا هذا لازم يتوقف مدرسة الجزائرية اللي هي أسيرة تعلمة الصونية وأسيرة تعفرنسا وحزف فرنسا حزف فرنسا إحنا الحراك تعنا إحنا مشكلة تعنا في الجزائر وراه وذركة تخندق معنا مؤسس الجيد الشعبي الوطني إحنا عدنا مشكلة حزف فرنسا بقايا فرنسا هنا وعندنا المتحلفين مع المافيا وكيمة العربي بالمهيدي وشهداء الأبرار حر الأرض إحنا سنكمل الإنجاز انتحب ونحر الجزائر من حزف فرنسا وبقايا فرنسا ومن المصونية ومن هذه المافيا المتعالفة دكتور أستاذ بالقاسم ملاح أسمح تعليقك أسمح تعليق الأستاذ بالقاسم ملاح حول هذه المسألة وأيضا إذا كان لديك تعليق على ما قاله الدكتور حمانة وأيضا فيما يتعلق بما قيل عن اجتماع للدائرة المغلقة الرئيس عبد العزيز متفليقة بأنها يمكن أن تتخذ قرارات مصيرية هل تتوقعون بعد عودة الرئيس مباشرة أن يحصن مثل هذا الاجتماع وهل تتوقعون فعلا أن يكون هناك قرارات جديدة مصيرية يمكن أن تصدر أم أن المسار سوف يسير سوف يمضي بما نعرفه يعني أن الرئيس سوف يكمل ترشيحه وبعد ذلك تحصل الانتخابات في الثامن عشر وإلى آخره أولا رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد العزيز بوتفليقة منتخبة إلى غاية يوم 28 أفريل يعني أمامه خمسين يوم ومن صلاحيات الدستورية التي ينص عليها الدستور الجزائري يتخذ أي قرارات أن صلاحيات الرئيس في الدستور من حق حل البرلمان من حق تغيير الحكومة من حق إقالات من حق هذا دستوري إلى غاية يوم 28 فبراير اليوم ما زال رئيس الجمهورية الآن فيما يخص قضية ربما نعود شوية للوراء فننتظر أولا رأي المجلس الدستوري وبعد ذلك لكل حديث حديث اليوم نحن في الجزائر الحاجة الأولى أننا لابد على محافظة على الجزائر لأن الجزائر ملك الجميع وكلنا جزائريين وبدون مزايدات وكل من يعيش في الجزائر سوى من كل دولة أجنبية عربية أو غربية فله حقوق وعليه واجبات ولهذا لابد علينا أن نحترم الجميع في بلاد مثل الجزائر الذي ضح من أجله مليون ونصف مليون شهيد نحن عشنا الديمقراطية والديمقراطية لها لذة في الحياة في التعبير اليوم حتى عبر وسائل إعلامنا أننا كما عدة قنوات خاصة وعدة قنوات عمومية وجرائد عمومية هذا وجرائد خاصة والمجال مفتوح وحرية التعبير وربما شهدتم عبر قنواتكم المحترمة هذه التظاهرات وكل شخص عنده رأي فلابد علينا نحترم رأي الغير فالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أليس من حقه أن يترشح فهو له الحق أن يترشح ومن حق الشعب أن يرفضوا عن طريق الصندوق وهذا ما قلناه في عدة مناسبات واليوم نحن الجزائر ربما تعيش هذه الأزمة وهذه الأزمة إن شاء الله ستمر إن شاء الله على الجزائر بسلام ما هو توقعك رساد بالقاسم لقرار المجلس الدستور يوم الأربعات والله أنا كقياد في الأرندي أنا ليس من صلاحياتي أن أقرر مقار المجلس الدستوري المجلس الدستوري هي ماذا يجب أن يقول المجلس الدستوري بوجهة نظرك بعملها عن طريق لا أستطيع لأن هنا تدخل في صلاحيات لا تعنيني المجلس الدستوري له كل الصلاحيات وهو سيد في اتخاذ القرارات عن طريق أعضائه والمداولة التي سينطق عليها المجلس الدستوري من خلال رئيسها المعروف سي بلعيز كان وزير للعدل وكان وزير للداخلية وكان مستشارا للرئيس ويحسن أيضا دراسة الملفات فأنا ما تمناه ليس قضية مجلس الدستوري والترشيحات أو كذا إننا علينا جميعا أن نحافظ على الجزائر على البلد الذي ضحى من أجله مليون ونصف مليون والآن حان الوقت للسماع إلى هذا هذا الجيل الذي ربما أتى بعدنا وجيل بالتكنولوجيا جيل يحب الديمقراطية نعم قلت هذا أستاذ بالقاسب في مداخلة سابقة دكتور حمانا سأختم معك بقي معي أقل من دقيقتين ماذا تتوقع وماذا يجب أن يقول المجلس الدستوري في هذا الشأن سيد طيب بالعيز ماذا سيكون موقفه سيحسم المسألة في ظل هذه الضغوط التي يقال أنها تمارس على المجلس الدستوري الآن سواء كان بالشارع أو من قبل أحزاب السياسية وغيرها شكرا سؤال وجيه نحن بالنسبة لنا لنصحح بعض المفاهيم أن هذه المليونيات في كل ولاية 48 ولاية كان مليونيات في العاصمة أكثر من مليونين أو ثلاث ملايين جزائري أليس هذا استفتاء شعبي على العدى الخامسة أن لا تكون رئيس الجمهورية رأى أسير العصابة رئيس الجمهورية رأى أسير المافيا رئيس الجمهورية رأى أسير الناس اللي رأى تخدم ضد مصلحة الجزائر في ربكم مين هي العصابة أقارب منهم بالضبط نعم أنت تشير منذ البداية إلى وجود عصابة وجود مافيا من هم هؤلاء الذين يمكن أن يتحكموا بمصير البلاد مافيا نعم مافيا يا أخي شوف من المفارقات نعم منهم سأجيبك لا أجيب إلى الصدق لأنه لا أخشى إلا الله ولا أطمع إلا في رب العالمين هذا المافيا بربك من المفارقات الجزائرية البشيعة المريخوان أنه واحد كان يبيع البطيخ في سوق أسبوعي يتحول بقدرة قادر إلى ملياردار بربك واحد يتحول من مقاول بسيط بالبرويت يتحول إلى ملياردار بربك يعني جزائريين رهما مصدومين رهما مصدومين كيف رئيس الجمهورية كان مجاهد أسمح لهذا العصابة هذا المافيا وكي الناس لي رهي علاقتها علاقتها بفرنسا هذه علاقتها بالرئيس الفرنسي أرجع أرجع للاستقبال الاستقبال الرئيس الفرنسي بعد هذه الوجوه فهذه ما ناس علاقتها بفرنسا هي علاقتها بالحكومة المركزية ويكرسون منظور فرنسا إلينا على أساس أننا مجرد ولاية من ولايتها فنقول لأب المجاهد عملا زبوت فريقا نحن كالشباب لا يوجد مشكلة شخصية نحن نترك أسير أسير تاع المافيا وتاع عصابة نريد أن يكرس السوء الخاتمة لك أنا أقول كنت سحب بشرف والمجلس دستوري رأى هذه محطة تاريخية رئيس حزب الشباب كنت معنا مباشرة من الجزائر أشكرك جزيل الشكر سيد بلقاسم ملاح وزير السابق والقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي وعضو في حملة انتخاب الرئيس متفليقة أيضا من الجزائر أشكرك جزيل الشكر المسائي انتهت في ختامها تذكير بعنوين هذا الملف الأزمة الجزائرية إلى منعطف جديد مع عودة متفليقة إلى البلاد الرئيس يشيد بالتظاهرات فهل من قرارات حاسمة لمصير الانتخابات وتغيير النظام الشارع والمعارضة والموالاة والجيش بانتظار قرارات الرئيس فهل يتفق الجميع على مرحلة انتقالية لإدارة الأزمة في مزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت باللغتين العربية والإسبانية إلى اللقاء اشتركوا في القناة